حصيلة مفزعة لجريمة استهداف معسكر للجيش في مأرب 111 شهيداً و70 جريحاً والعدد مرشح للزيادة وفقاً لتصريحة رسمية القتل أكثر من الجرحة في مؤشر على أن أسباب القتل بقيت حاضرة بعد الهجوم الصاروخي في هذا المشفذ الإمكانية المتواضعة تكمن بعض هذه الأسباب حيث تساقط الجرح شهيداً تلو شهيداً في ظل انخفاض مستوى الرعاية الصحية حقيقة أكدها وكيل وزارة الصحة بالرقيب الحيدري الذي أشار بوضوح إلى أن عدد القتل من الجنود ارتفع بعد وفاة عدد منهم متأثرين بإصاباتهم الخطرة والقاتلة تعرضت مارب لهجوم مزدوج أحدهم استهدف معسكر النصر بطائرة مسيرة تم إسقاطها ما قلل كثيراً من الإصابات التي لم تزيد عن خمسة جرحة فقط الصاروخ الباليستي هو الذي أوقع العدد الأكبر من الضحايا في أوساط معسكر الاستقبال في الميل الذي يضم مئات الجنود المحسوبين على اللواء الرابع حراسة رئاسية يقول القادة العسكريون إن منظمة الباتريوت التابعة للقوات السعودية في مارب ليست مخصصة للصواريخ التي تحلق على مستويات منقفضة لكن من يعفي التحالف الذي يسيطر على جو اليمن وبره وبحره من تعقب الصواريخ التي تنصبها الميليشيا بغرض استهداف مواقع الجيش في محافظة مارب وغيرها من التجمعات العسكرية الأخرى لم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجومين ما يبقي الباب مفتوحا أمام قراءات عديدة لمصدر الهجوم ودوافع فثمت أطراف أخرى تتشارك مع ميليشيا الحوثي أهدافا ثمينة كهذه لولا أن رئيس الجمهورية وقد يكون ذلك بإعازة من الرياض قد حسم النقاش حول الطرف المتسبب في هذا الهجوم هؤلاء الضحايا من الجنود كانت تنتظرهم مهمة عسكرية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن حيث ينتظر أن يعود الرئيس إليها وفقا لاتفاق الرياض وهو إجراء لا يروق لأطراف لا تقل إصرارا على إلحاق الأدى بالشرعية وجيشها أول مجزرة بشعة استهدفت الجيش الوطني نفذها طيران تابع للتحالف في مستهل التدخل العسكري لهذا التحالف وكانت في معسكر العبر وطويت كجرمة لا تخضع للمساءلة وآخر مجزرة بشعة نفذها ذات الطرف كانت في أواخر أغسطس الماضي وذلك لصد جيش الدولة عن القيام بواجبه في فرض القانون في محافظتي عدن وأبيان مجزرة الجيش في مأرب إذن هي محصلة تقاعس الشرعية كما هي محصلة عدم اكترات التحالف لهذا القدر من الضحايا في صفوف من يفترض أنهم حلفاؤه فإن لم يكن طرفا في عملية القتل فقد ساهم بما يكفي في تسهيل وقوعها ترجمة نانسي قنقر